لا تفارق حالة التذوذ بأسعار صرف العملة الأجنبية التي خلقت حالة من الركود في الأسواق ترى الأوساط الشعبية أن المشكلة تتكمن في المعالجات الترقيعية كما وصفوها والتي لا تؤدي إلى استقرار في الوضع الاقتصادي الإجراءات التي اتخذها البرك المركزي هي إجراءات ترقيعية ولم تجدي نفعا والدولار الآن يتمدد وهذا التمدد يؤثر على الحياة العامة للمواطن لأن العراق بلد مستورد وكل شيء يستورد بالدولار والآن أصبح كهل المواطن سائقين جدا بسبب ارتفاع سعر الدولار هذه الإجراءات لا تكون مستدامة ولا تكون مدروسة 100% ولا تكون متابعة لها وضغط عليها ولا يكون هناك حساب لبعض المتجاوزين على هذا الجانب وبذلك ستبقى الأمور تترجرج ولا تقف عند حد معين ويجد آخرون ضرورة في التحرك صوب التوجه لدعم وتقوية صناعة المحلية وبقية القطاعات الأخرى للتحرر من الحركة الاستيرادية الشاملة للبضائع التي تدفع نحو حاجة مستمرة للدولار عدم السيطرة على المنافذ الحدودية وسعة الاستيرادات وعدم موجود صناعة محلية تلبي الطلب الداخلي هذه العوامل العدة هي التي جعلت الدولار يخفز هذه القفزة المتواصلة والمتصاعدة باستمرار يجب غلق المنافذ الحدودية غير الرسمية ومراقبة التحويلات عن طريق المنصة وبحسب مختصين فإنه برغم الجهود المبذولة لوضع حد لقفزات أسعار الصرف إلا أن الأمر يتطلب وضع المزيد من الخطط بعيدة المدى لخلق الاستقرار الاقتصادي وضمان استدامته من بغداد فاروق صالح السومرية